موسيقى تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة أمام متجر لبيع المثلجات في حي الكرادة وسط بغداد إلى 27 قتيلا و75 جريح كما أعلنت مصادر أمنية وطبية وكانت أرقام سابقة تحدثت عن قتل ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثين آخرين في هذا الهجوم الذي أعلنت تنظيم داعش مسؤوليته عنه وقالت مصادر أمنية إن الهجوم نفذ بسيارة مفخخة أمام متجر لبيع المثلجات في حي الكرادة في منطقة يرتادها العراقيون بكثرة خلال ليالي شهر رمضان استدفت فصائل المعارضة المسلحة أرتالا عسكرية لقوات الأسد في منطقة خربة غزالة والأتستراد الدولي في محافظة درع جنوب سوريا وقال مرسلنا نقلا عن قيادي في الجبهة الجنوبية إن التحشيدات العسكرية الموالية لقوات الأسد تضم ميليشيات عراقية وإيرانية مضيفة أن هذه التعزيزات قد تكون قدمت إلى درع بنية فتح معركة جديدة لاستعادة حي المنشية الذي تمكنت فصائل المعارضة المسلحة من السيطرة عليه قبل اتفاق إستانا أعلنت ديوان الملكي السعودي توجه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي اليوم الثلاثاء إلى روسيا في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن المتوقع يبحث اللقاء وفق وسائل أعلام السعودية ملفات التعاون الثنائي وسبل تسوية الأزمة السورية كما سيتم توقيع نحو أربع روتوكولات تعاون بين البلدين قالت كوريا الجنوبية إنها أجرت تدريبا مشتركا بمشاركة قاذفة قنابل أمريكية جاء ذلك بعد أن اتهمت وسائل الأعلام الرسمية في كوريا الشمالية في وقت سابق الولايات المتحدة بقبة منورات للتدريب على إسقاط قنبلة نووية على شبه الجزيرة الكورية وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن تدريبا جرى يوم الاثنين لكنه امتنى عن إعطاء مزيد من التفاصيل شنت قوات الجيش الفلبيني هجمات على متشددين في مدينة ماراوي في جزيرة منداناو في الفلبين وانبعثت الأدخن في مواقع القصف والاشتباكات في المدينة بين قوات الجيش والمتمردين ولقي ما يقرب من مئة شخص مصرعهم في مواجهات بين الجيش ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي في مدينة ماراوي جنوب الفلبين نهاية الموجز في أمان الله وإنما لدينا خبر أخير مشاهدين وفيه نجح علماء سويسريون في ابتكار فيروس إصطناعي يساعد جهاز المناعي في الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية بسرعة والقضاء عليها نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة